السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورسبورت أهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الأهلي هنرد فيها عن كل الأكاذيب والهجوم الضاري ضد النادي الأهلي لكن في البداية لو أنت أهلاوي قلبك جامد يهمك مصلحة النادي الأهلي اضرب لايك شديد عشان نوصل لكبر عدد من مشاهدينا ويلا بينا هنبدأ على بركة الرحمن محمد شريف محمد شريف لاعب النادي الأهلي واحد من هداف الدوري الموسم الماضي محمد شريف على الرغم من وجوده في نادي زي أمبي ما احترمنا الكامل لنادي أمبي نادي في متوسط الجدول كان بيصارع من أجل الهبوط في أولى أسابيع الدوري الموسم المنصرم ولكن مع وجود محمد شريف والكابتن المحترم حلم طولان استطاع نادي أمبي أنه يكون في المركز السادس الخامس بينافس في المركز السادس على الدوري المصري الممتاز للموسم المنصرم محمد شريف واحد من اللاعبين اللي أثبته كفاءة في الموسم الماضي ولكن محمد شريف مع وجوده مع النادي الأهلي وجدنا نبرة سخرية محاولة لإحباط وتهميد محمد شريف لسه ما بدأش لسه المكنة ما جابتش وقماش مع محمد شريف هم بس يدوب كده هدفين في مباراة غزل المحلة وكورة هدف للنادي الأهلي في مطش مصر المقصة تم إلغاؤه ولكن بتجد جمهور المنافس للنادي الأهلي إنه بدأ الحرب الغير شريفة خلينا نقول كده بنلاقي ألفاظنا حرب غير شريفة على محمد شريف وعلى أداء محمد شريف مع النادي الأهلي في حين إن لو بصيت مثلا لمقارنة نحط كده في مقارنة محمد شريف لعب أمبي بيلعب في أمبي في نادي مفيش لعبة بتخدم عليه معندوش فرجاني سازي في نص الملعب معندوش أشرب بن شرق في الشمال ولا أحمد سيد زيزو في اليمين ولا تحت يوسف أوباما ولا اللعبة دي خالص في حين إن واحد زي مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومهاجم منتخب مصر الأولمبي حق مصطفى محمد مع الزمالك الموسم الماضي جايب 11 هدف في حين إن محمد شريف جايب 14 هدف في عدد مباريات أقل في عدد مباريات أقل فالزمالك وجماهير نادي الزمالك مش عارف أنتوا عايزين إيه بالزبط مصطفى محمد اللي من وجهة نظر خالد الغندور هو أفضل من كريستيانو رونالدو في ضربات الرأس وهو أفضل لاعب في العالم في ضربات الرأس ماشي يا سيد ألف مبروك ابعد عن اللاعب بتاعنا بقى ملكش دعوة يعني ما بنشوفش مثلا حد من النادي الأهلي بيروح يسخر أو يتاريأ أو يستهزأ به واحد زي مصطفى محمد إحنا بنتكلم كورة مصطفى محمد واحد من المهاجمين الكويسين واحد يستحق إنه يكون في خط هجوم منتخب مصر سواء أساسي أو بديل محدش يقدر ينكر ده إلا جاحت أو ما بيفهمش كورة كمان ما ينفعش تيجي النهاردة على محمد شريف تقول لي محمد شريف مين اللي يلعب لمنتخب مصر لأ محمد شريف من حقه إنه يكون واحد من أفضل المهاجمين في مصر زيه زي مصطفى محمد إن لم يكن يزيد واللي برضو ينكر وجود محمد شريف في منتخب مصر أوقع حقيته إنه يكون ويقود فيه هجوم منتخب مصر برضو واحد ما بيفهمش كورة تمام فأنا مش عارف إيه سبب الهجوم وإيه سر التحرقات إزا ما الكوين إنتوا خايفين من إيه محمد شريف مش هيبقى خالب بيبو يعني تخافش مش هيبقى خالب بيبو وبشير وبيبو والجون مش هتحصل تخافش إيه ده جدا ممكن وارد تتكرر الستة تاني لكن مش هتبقى شريف والجون وشريف وبشير بشير خلص ما عادش بلعب تاني فمش هتتكرر الموضوع بيبو وبشير وبيبو والجون ده النقطة الأولى النقطة التانية كابتن موهيب عبدالهادي حضرتك إيه اللي انت عايزه بالزبط من النادي الأهلي كابتن موهيب عبدالهادي اللي يشوفه يحس إنه مش عارف في حاجة بيخطط لها في حاجة بيحاول إنه يتطرق لها دايما تحت أمور مستترة تحت أمور غير مرئية للناس يسأل أسئلة للضيوف من شأنها إن هي تهد في النادي الأهلي تعطل مسيرة النادي الأهلي يعني النادي الأهلي بيكسب كاسبان داوي كاسبان داوي أبطال أفرقيا موسمان يماشي مع النادي الأهلي ما شاء الله كاسبان يحذر الكاو والقضية ممكن عايز تاني كاسبان نادي الزمالك في نهائي لن يتكرر مرة أخرى خلال عشرين تلاتين اربعين سنة ويجي يسأل واحد زي رضا عبدالعال مهما كان احترامي ليه ومع تقدير الكامل ليه يقول له إيه رأيك في موسماني وإنت موسماني مش عاجبك ليه فبيعمي فيه إيه ومعليش مع احترامي هل ينفع كابتن رضا عبدالعال يقيم موسماني ما ينفعش إيه هي إنجازات رضا عبدالعال على الجانب الشخص راجل محترم نركن على جنب هنا بنتكلم إمكانات فنية رضا عبدالعال درب مين في مصر عشان يقيم واحد بقيمة موسماني موسماني يوم ما يقيمه واحد هات لوحد أقل حاجة من والجوزيه يكون حتى على الأقل حصل على دوري أبطال أفريقيا لأن ده مدير فني مصنف على أفريقيا مدير فني حصل على اتنين دوري أبطال أفريقيا وسبحان الله كانت ضحية واحدة الضحية واحدة في المرتين مرة في 2016 ومرة احذروا الكاوو تمام؟ فما تجيش تقول لي رضا عبدالعال اللي كل إنجازاته درب بهتين درب بانها درب طنطة نزل بها مرتين وبالمناسبة لعب ثلاث مطشات في الدرجة التانية الموسم ده ثلاث مطشات ما خدش غير النقطتين من ثلاث مطشات فتيجي تقول له قيم لي موسماني بتاع ايه قيمه؟ هل ينفع؟ هل ينفع؟ هل يبقى دكتور ولا لأ؟ او خد دكتور باشرة هو الدكتور أطفال اي حاجة؟ واحد دسة ما خلصت ابتدائي اقول له خد قيم لي الدكتور ده شوف لي هو دكتور بيفهم ولا ما بيفهمش؟ مش معقولة كمان النهاردة لما ييجي مهي بيقولك مين أحسن؟ عمار ولا أفشن؟ طب الأهلي ماشي أحمد الشيخ ليه؟ إما واساب جيرالدو لأيه؟ لو علم النادي الأهليava المسئول النادي الأهلي جيرالدو دوت هنعلقه في أي حتة هنعلقه على بقى النادي بس مش بأيدك ما انت لو مشيته مجانة حضار المال العامك لبي يطبل عليك كل يوم وهيطلع مهيب وغير مهيب هيقولكул احضار المال العام في النادي الأهلي أحمد الشيخ لم يوفق في النادي الأهلي أحمد الشيخ مع مارتينيول، مع أحسام البدري، مع أي مدير فني جاه النادي الاهلي عبر 3-4 سنين ما عملش حاجة لم يزبط كفاءة بيروح المقصة بيكسر الدنيا ويروح برامتز يكسر الدنيا لكن في لعبة مش قادرين على تشيرت النادي الاهلي تشيرت النادي الاهلي وتشيرت زمالك تقال يا جماعة على بعض اللاعبين ممكن لعب يكسر الدنيا في الزمالك يجي الاهلي يقلب بطة بلدي او العكس يكون نجم في اي نادي تاني يروح الزمالك يجي الاببطة بلدي فليه كده ايه الفكرة ان انت تقول عمار احسن ولا افشأ عمار مش من النادي الاهلي عشان عايز يلعب في اولمبياد توكيو كابتن شاوي غريب حذره وهدده وقال له لو فضلت في الاهلي مش هتلعب ومش هاخدك معايا في توكيو وحلم اي لاعب ومنيت اي لاعب في حياته ان يلعب في الاولمبياد وفي كاس عالم فعمار قال لك لا انا همشي استنادي وازبط نفسه وارجع لكم بعد ما لعب في اولمبياد توكيو وهي رجع برضو اسئلة برضو هو مسماني تأثيره بن في الاهلي ولا ما بنش هل مسماني مفيد للاهلي ولا مش مفيد طب انت مالك يا عم تخليك في النادي الزمالك بتاعك كابتن مهيب مع احترامك كامل ليك انت راجل زمالكوي جميل ركز في ناديك ناديك يو ناديك وبعد عن النادي الاهليك فايا علينا شالابوكة واللي جابه لنا شالابوكة خلال الايام القادمة طيب تعال ان روح ليه حاجه حصلت في القناة نادي الزمالك نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك علمت النهاردة ان كان في ناس محترمة بتشتغل في القناة حبا في نادي الزمالك وكانو بيظهروا حبا في نادي الزمالك في حين ان كان في الصحفيين وبعد اشباه الصحفيين obstacle للمعزول كانو بيقبادوا الاف الاف الجنيهات فلما تيجي تغير في القناة اعتقد الناس اللي ليها اولوية هم اللي كانوا بيحبوا النادي وبيدعموا النادي وبيجوا بيقول لك فيه فلوس مفيش فلوس مش مشكلة يعني نهاردة واحد زي كابتن احمد عبدالحليم او حمد عبداللطيف اللي اشتغلوا سنة كاملة من غير ما ياخدوا ولا مليم من نادي الزمالك حبا في نادي الزمالك في حين ان صحفيين كل شغلتهم ان هم سبوبة نهاردة انا في النادي الاهلي بطلع اعتبل للنادي الاهلي انا النهاردة في نادي الزمالك بطلع اعتبل واشتم في النادي الاهلي اعتبل للزمالك ورئيس الزمالك واطلع اعتم في النادي الاهلي فبالله عليكم مين اولى انه يتمل في قناة نادي الزمالك الاخ الاخ عفت الاخ عفت اللي مش عارف ابو مصري ولا كويتي الاخ عفت اللي مش عارف ابو مصري ولا كويتي بيقولك مش مستغرب ولا هتفاجئ لو المخرجين عملوا خط بالطول وخط التسلل بالطول عشان يثبته ان هدف الاهلي صح مش تسلل. يبدو ان الاخ عفت عنده حالة من الحرقان حالة من الوجع من النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بالضربة القاضية بقاضية افشة. وانه دائما ما يكون لدى الاخ عفت اللي برضو مازلت مصمم بدل ما تهاجم الخطيب اللي فردت روباط الجزمة بتاع الخطيب بالف واحد من عينتك عيب قوي روح دور شوف الوالد مصري ولا كويتي وبعدين ابا تعالى اغلط في الاهلي ويشتم في الاهلي واضرب في ادارة الاهلي وهاجم النادي الاهلي وقول الاهلي بيكسب بالحكام والاهلي بيكسب مش عارف بايه فبلاش بلاش قلة الادب اللي انت متعود عليها في الهجوم على النادي الاهلي يا اخ ألفت او رقفت او عفت ايا كان الاسم مش هيفرق كتير الاستاذ صبحي صبحي عبد السلام صبحي عبد السلام ده واحد من الصحفيين اللي بيظهروا في قناة نادي الزمالك ايام الرئيس المعزول صبحي عبد السلام شايف ان تسريب عقود لعب الزمالك هي جريمة في حق الزمالك ودليل على ضعف اللجنة المؤقتة احب اقول لاستاذ صبحي عبد السلام ان لما كان بتتسرب نفس العقود ايام رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور كان بيطلع صبحي عبد السلام يقول في ناس مرتشين داخل الاتحاد ابو سنيدة هو السبب في توزيع او تسريب عقود اللاعبين في نادي الزمالك وما كانش بيقول ان ده ضعف على ادارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور فيا استاذ صبحي ما تنقضش نفسك يا تطلع تقول لنا ان تسريب العقود ده بسبب او سنيدة يا اما تقول لنا ان كان رئيس الزمالك السابق ضعيف والادارة الحالية ضعيفة وده وفقا لكلامك طالما قلت ان الادارة الحالية والمؤقتة في نادي الزمالك ضعيفة لان حصل تسريب عقود فانت قبل كده من شهرين ثلاثة اتصرب عقد ساسي وتسرب عقد شرقي وتسرب عقد قنجم وتسرب عقد طريق حامد وتسرب عقد أوباما اغلب محمد عواد كل اللاعبه تسرب عقودها كان بيطلع الاستاذ صبحي عب سلامي الجميل يقول لك ايه لا 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 ده بيحربوا الاسد الجسور الدكر اللي مفيش غيره ده ابو سنيدة القطر الجبان انما كان بيقول ضعيف ما كانش يقول ضعيف ولا كان يجرؤ ان هو يقول ضعيف كابتن خالد الغندور اللي بيحب دايما انه يغالط نفسه خالد الغندور مستضيف صحفي خليجي غالبا كان من البحرين وبيسأله السؤال الدايم اللي بيحاول يثبته خالد الغندور وكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان صحرا كان او بستان مين صاحب الشعبية الاولى في الخليج هل الاهلي ولا الزمالك هه الزمالك ولا الزمالك شلونك شخبارك شو مسوي هه ايه رأيك فالصحف الجميل الخليجي اخواتنا الخلاجة العراسي من فوق قال له والله كان زمان في التمانينات كان الزمالك هه فيه يعني زيادة نسبية عن النادي الاهلي وشعبية نسبية زيادة عن النادي الاهلي ولكن مع نهاية التمانينات وبطولات النادي الاهلي المتلاحقة سواء كان على الصعيد المحلي او القاري او العربي اصبحت الشعبية جارفة للنادي الاهلي خالد الغندور يسكت لا يصن لا يصعين لا قال لك ايه بقى يعني اصدق خمسين خمسين نقولها خمسين خمسين ماشي خمسين خمسين خلاص يا جماعة شعبية الاهلي في الخليج مع الزمالك خمسين خمسين يا ابني الراجل بيقولك من اواخر التمانينات لحد دلوقتي يعني داخلين فاربعين سنة الشعبية كاسحة جارفة للنادي الاهلي ولكن الغندور عشان ما يتكسفش قدام الناس قال لك ايه نقول خمسين خمسين حلو يلا فعلا نروح لحاجة تاني من اكتر الحاجات الكوميدية اللي ممكن تشوفها في حياتك وهي كوميديا سوداء وزي ما بيقول المثل اداك الدارج شر البلية ما يضحك كابتن خالد الغندور في مباراة الزمالك وبيرامدز في اللقطة بتاعة اشرب بن شاركي اللي حصل فيها فاول على منطقة الجزاء من بره المنطقة قال لك لا دي داربي الجزاء فالمؤم كابتن يا صعب روف قال له لا يا كابتن من بره المنطقة قال له ما هي كابتن هو مش كان داخل خلاص المنطقة يعني كان ناوي يخش المنطقة فخلاص اذا اعتبرنا ان هو ما كانش لعب بيرامدز علي جاب اعاخو كان داخل المنطقة اذا هي داربي الجزاء طالما ان هي كدخير خلاص طيب هو بس سؤال بس يعني حالة تحكمية لاصدقائنا المتابعين والمشاهدين اه ليك انت اللي بتبص عليه اه لو لاعب منفرد من نص الملعب منفرد راح هو والجنل واحده وراح جاي لاعب من اللاعب الفريق المدافع راح حدف الطوبة واقعه اتزحلق واقعه وعمل اي حاجة مهم ما يصلش منطقة الجزاء هذه الحالة وفقا لدوايح الاتحاد الدولي هي فاول وطرد للعب اللي تزحلق او حدف الطوبة يعني هذه الحالة بالنسبة لخالد الغندور ووجد نظر خالد الغندور نية اللاعب كان رايح فين؟ كان رايح منطقة الجزاء اذا هي داربي الجزاء من نص الملعب اه من نص الملعب او خالد الغندور قالك طالما اللاعب كان رايح منطقة الجزاء وكان معدي له لقعقة اللاعب فانت برضو اللاعب اللي جاي لك انفراد من نص الملعب رايح لوحده عجون فنيته كانت خير كان نيته يكمل ما كانش على قد قرية الفتحة او الشابكة بس لا هو كان عايز يكمل الجوازة ويروح ياخد ضرب الجزاء فاللاعب اللي يتعرقل من نص الملعب هو رايح انفراد ياخد ضرب الجزاء ده قانون مين يا جماعة؟ قانون خالد الغندور هذا قانون خالد الغندور طيب في فيديو كده خناء ما بين ابراهيم نور الدين وكابتن بوندو اسمعها كده؟ هو لمس اليد تعتبر ضرب الجزاء؟ والله اخي بتخالي انا على ما اعتقد ان انت كنت لعيد كورة كوائف لكن على ما اعتقد ان انت ما بتفهمش في نصوص التحكيم وانا كلمتك قبل كده صرحت لك في التليفون شخصيا بصداقة مني عسل انت بتتكلم في التحكيم أكتر من لازم؟ قال له ايه؟ انت ما بتفهمش بس ما بتفهمش في التحكيم مش حاجة تانية مش عيب يعني وارد جدا ان انا ما يكونش بفهم في التحكيم اي حد وارد جدا ما يكونش بفهم في التحكيم فدي حاجة اللي تنقص الشخص اي شيء خلصت اخبارنا ما خلصتش حكايتنا اسلام كل ورقكم وتعلاقاتكم شكرا لكم سلام عليكم اشتركوا في القناة